نعم أمس سيد الرئيس استقبل البواندي التونسي اللي تحصل على جائزة نوبل للكيميا شرف التونس فضل الله بالتأكيد وحركة باهية التكريم متاعه وكذلك من سيد الرئيس نعم عنده برنامج انتع لقاءات دكتور البواندي في جامعة المنار وعتقد في جابس باعتباره قرأ في مدرسة المحاديس تونس ولادة 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 في كل المجالات الحمد لله يا رب وبرشة من كفاءاتها يشعوا في البرة كذلك أكيد يجبنا نحبوا بعضنا أكثر صحي تونس المسؤولين الكبار يعرفوا كيفاش يستقبوا هذه الكفاءات ما نقولش باش ترجع وإنما على قل باش تستفيد بلادهم منهم لأنها صرفت عليهم كذلك يجبوا يوفروا المناخ الملائم باش هالمبدعين هدوما يخدموا برحة يلقاوا المجال باش يبدعوا باش يخلقوا باش يحلقوا فوق وقيا ذاك عليش برشة ناس معناتها تتغادر خطر ما نعرفش خطر فما التشويش مش فما التشويش خطر الإمكانيات ممكن مش موجودة وماش برمجة على طول المداء معناتها صحيح بعد في المرمجة يلزم توضع استراتيجيات ساعة ساعات نجي اللوم نعذر جيت لوم تعذر نقول طوال التلام ده لي مثلا عندنا أكثر من خمس آلاف طبيب غادر ولبناد ومهندسين لكن يقول بشي قعد في تونس بشي يعمل ديما نقولها نقول أمك هذي هذي أمك توا حاش تهبيك بش ترجع لها ترف من يقول لك أنا طوال نمشي الغادي ونرجع ما نقعد لها ما نخدمش ما نعمل في حتى شي قلت خليني نمشي ما نعيش عالة زادة على عائلتي وعلى بابا ونجني نرجع شوية كفو بابا ونخدم ونصور وبش نحط برنامجي أنا غدا بش نتزوج بش نعمل أولاد كيفاش بش نعيش نقعدش نستنى من هنا تشوي ومن هنا تكوي صحيح كذلك لطفي بوشناق حتى بالنسبة للفنانين انتو ما برشا اللي خرجوا اختاروا أنهم يمشيوا مثلا اللبنان أو يمشيوا القاهرة في سنوات القبل بش يشيعوا أكثر ولكن أنت يقول هالك بصراحة استطعت أن تفرض صوتك وتنجح انتلاقا من بلادك أكيد بلادي أنا هنا بلادي يعني فكرت في وقتا ما أنك تمشي لمصر وتستقر لا 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 في القاهرة لا لا المتنجلة بذبالة ولو أعروجها في الماء المتنجلة بذبالة هذا مثل يقولوه بلادي وأن جرت علي عزيزة وأهلي وأن شحوا علي كرام بلادي هذه بكل هذا أنا أنا كالطفي هني أعطيت الناس الحق الأخرين أنا أنا كفنان خلق جوي مع روحي معناتها الخدمة والعمل أنا من أمنت بالله وأمنت بالعمل الخدمة وهي اللي تجيب والكلام برشا وزايد خدم على روحك تخدم تلقى تخدم تلقى تزرع تلقى أكيد اللعب لا فماشي المخرج الشاب عبد الحميد بوشنات بولدك نجح يعني في أعماله الدرامية التلفزية ربي وفق شو أخذ منك عبد الحميد والله ما أكيد أنت بوه يعني أنت حطيته على السكة ربما كذلك حقيت للجدية بابا سريو الانضباط الانضباط الكلمة كلمة وكلكذب وكالسينما اللي نعملوها الكل وهذاك ما عنديش إيه إيه لا لا عندك سينما أنت غنيت سينما إيه سينما هذيك لمن يهمه الأمر هذيك لمن يهمه الأمر نسألش عامل تحبه لطفي بوشنات قريت وتبعت بعض الأخبار منذ أنت مش مؤكدة أنك ستفتتح الدورة القادمة لمهرجا لا مازال مرتابط لا لا مازال مازال فكرة مطروحة الفكرة مطروحة ما مازال ما صار حتى شيء غمر مثلا في جريد الشروق كنت على 17 ماي أيام قريلة يمكن يمكن مازال لطفي بوشناق كاظم الساهر لا سيدي مازال ما ثم حتى شيلت ثم اتصالات ما ما زلنا ما تفقناش ولكن ضبطت اتصالاتك مع بعض المهرجانات الأخرى داخل الجمهورية لا مازال كيفاش مازال والله وراسك أنت مازال هذه هي المصيبة هي من فما مهرجانات قالوا لي لطفي بشي غني يا بابا هاني قتلك يا نعليش يا باش نكذب وكان كلموني راني قتلك نمشي هاني كلموني هما ما زلت احنا البرمجة هذه المشكلة البرمجة البرمجة في العالم تصير قبل عام وعام ونصف ما تجيش يقبل شهر وشهر ونصف والناس الناس الكل تتبرمج وعلى في آخر دقيقة العاسفين الممتازين يخطفوهم الناس الكل ما عاش تلقى انتي حتى العاسفين متاعك عنده الحق زاد هذي كافة السيزان بتاعه يخدم على روحه مع برشة فنانين ينزم يوفق مع هذا وهذا وهذا الكل تولي بعض ضغط اللي ما تتصوروه في بالك انتي ضابط بعض موعيد خارج الوطن في مهرجانات اخرى عندك وديما عندك منشاركات الجمعة هذي ماشي للأردن عندنا التكريم كبيره على القضية الفلسطينية في نهار ثلاثين شهر هذي وعندنا كذلك كنت مكرم كذلك في جناب ما رفش سمعت به طبعا على الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة وعندنا في المغرب ان شاء الله ان شاء الله وكاو ان شاء الله ربي يقدر الخير ربي يعطينا الصحة لطفي بوشناق واضح من انتاجاتك وأعمالك أنك متعاطف القضية الفلسطينية في وجدانك لا أعلم أن نقولها متعاطف ما أعلم أن أعلم أن أعلم متعاطف كلام كلام ما أدير أنا الماكلة والشراب لا أعلم أن تبن لا أعلم أن يقم وما كنت قديش قديش نبكي نقول خلطت وصلت ونشوف وأشاهد ما أشاهده يوميا هذه المجدرة وهذه المحرقة وهذا الظلم وهالإبادة لمصارتش في التاريخ والكيل بينك يا ليل وقدس ثائر على الدول التي تتشدق بالحرية وحقوق الإنسان لو نعمل غناية حقوق الإنسان هي رفضة هي تشكي بالعباد حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية ثائرين علي حاصل في العالم مش معقول مش معقول مش معقول ما نحبش نحكي على 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 جزئيات حاصلة من اللي يندل هالجبين يندل هالجبين وينو صنة أمتى تصحى يا ضمير يكفي صمتك يا ضمير أمتى تصحى يا ضمير أمتى أمتى بالحق بصراحة يعني يعني ربي أنا معادي نقول كان قالي كان الدعاء إلى الله والناس اللي تسمع فيها الناس اللي كلنا ندعيه ربي ينصر إخواننا وفما هناك عدالة إلهية وربك يمهد ولا يهمل ونصر آت لريبة فيك إذن الله بإذن الله فما عدالة إلهية فما عدالة إن شاء الله